أخبار الأهلي إيه؟ الأهلي النهاردة اتمرأ رجع يتمرأ مرة تانية وافترض إن شاء الله مع الأجندة الدولية هيكون فيه راحة سلبية قرر ميستر كولر أنه هيديها للعيبة لمدة يمكن خمس ايام لكن النهاردة كان فيه تمامين في ملعب التتش ابتدت الصبح واتكلم فيها كان فيه محاضرة طبعا نتكلم فيها ميستر كولر على كل النواحي الفنية والخططية اللي عايز يستغل فترة التوقف رجل مبسوط آه راضي آه واعتقدش إن فيه مدير فني يبتدي الموسم أول موسم ليه يطلع كده الستارت أب بتاعته مع فريق جديد بالمستوى وبالأداء وبالنتاج العمله مع نادي آهلي ما يكونش راضي لكن هو راجل شخصيا عطرفه يمكن صرح في أكتر مؤتمر صحفي أنا لسه كورة اللي عايزة العبعة مع الأهلي ما ظهرتش رغم التقلق والإيجادة خد بالك أنت عندك حالة توهج لعدد كبير جدا من بداية اللاعبين من بداية الموسم يعني تقدر تقول إنه حمدي فتحي قدم مستويات مبهرة أليو ديانج أكرم توفيق متولي الشناوي منعم طاهر برونو سافيو يعني عدد كبير جدا مبتدي الموسم في التوفور نتمنى إن شاء الله الباقي يدخل معاهم كمان أفش هياخد أكتر عبدالقادر يركز أكتر شريف وجادي وحسام يبقى المنافسة بينهم أسخم من كده وبالتالي إن شاء الله بإذن الله مع العودة مرة تانية يكون الراجل خاد فرصة اشتغل صحح الحاجات اللي شافها في الفترة الفترة دي بالنسبة أننا كجمهور مبسوطين لكن هو كمدير فني بالتأكيد حطت إيده على نقاط سلبية أو ممكن نقاط ضعف أو نقاط محتاجة تتطور بشكل كبير جدا فيعرف يستغل فترة التوقف بأفضل شكل ممكن كابتن سيد عبدالحفيس كمان قال أنه عناصر الفريق اللي هم اللاعبين الدوليين حصلوا على راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء طبعا مجرأة الأخيرة في الدوري مطش الداخلية وقال أنه الجهاز الفني قرر أن يمنح عناصر الفريق الدولية راحة غاية موعد الانضمام لمعسكر المنتخب ويرجع مرة تانية ينتظم فيه التدريبات بعد انتهاء المعسكر وزي ما قلت لكم عموما الجهاز الفني قرر أن يمنح كل اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجمعية لمدة خمس يام خلال فترة التوقف الدوري وخلال الفترة دي هيبدأ الفريق تحديدا من يوم تسعة ليوم تلاتاشر فترة الراحة بتاعته والأهلي خلال الأيام اللي جاية تحديدا يوم لتنين منتظر إن شاء الله أن الفريق يلعب مباراة والدية حسب البرنامج اللي حطت وقبل كده طبعا ميستر كولر ولسه فيه أكتر يعني لغاية اللحظة دي ما تحددش من الفريق اللي هيلعب معه النادي الأهلي فيه أكتر من جهة بيتفاوض مع النادي الأهلي عشان يلعب مباراة دي إن شاء الله هيكون يوم لتنين الشاحات الشاحات كان كلام كتير قوي على الشاحات من قبل الموسم وكلام كتير قوي على الشاحات في مطش السوبر لكن الحمد لله الشاحات انتظم في التدريبات مرة تانية على فكرة الشاحات من أكتر اللعيبة اللي بتتعرض لحالة هجوم على السوشال ميديا هو يمكن بمناسبة بيرسي تاو هو بيرسي تاو الاتنين ما شاركوش بشكل كبير تقلق كريم فوقت في الحتة دي خلى الناس تشتغل على فكرة إنه الشاحات أول الرحلين يا جماعة الشاحات الشاحات لعيب كبير جدا والأهلي محتاج لكل يعني الفرقة اللي بتنافس على كل البطولات دي دي محتاجها سكواد أكتر من 30 لعيب فطبعا كريم واحد من الناس اللي يعني لمعت قاوي 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 وأثبت الكلام اللي أنا قلته وقلت لكم أنا راهن على كريم ده أنه مستقبل ولجل حقيقة كمان راهن عليه بشكل أكتر من رائع وكريم ما أصرش قدم مستوى أكتر من رائع وقرار خطئ من الفرحة حرمه من أنه يكون هدى في الدولة لكن في نهاية الأحوال الأهلي محتاج كل سكواد بتاعته بلو بالعكس كمان بشوف أنه الأهلي رغم حالة التقلق والتواهج مع كولر محتاج كمان صفقات تانية تتم فيه وتدائمات تانية تتم فيه الفترة اللي جاية الشاحات اتمرن مع الفريق خضع الفحص طبي قبل انطلاق الميران عشان يعني يتطمنوا على حالته وبعد الفحص ده شارك الشاحات بشكل كامل وطبيعي جدا فيه تدريبات النهاردة اشتركوا في القناة